نحو 900 ألف تونسي أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية ما يمثل ارتفاعاً في نسبة المشاركة الإجمالية مقارنة بالدورة الأولى ضمن مصاري استكمال تركيبة البرلمان المقبل وإلى حدود الساعة السادسة وبعد هالجمع مراكز الاقتراع سجلنا تصويت 887 الستمائة وثمانة وتلاثين ناخب أي بنسبة 11.3% من عدد الجملي للمسجلين طبعاً اختيارياً وقالياً اليوم سبعة عملية واثمانة وتلاثين ألف مع إغلاق مكاتب الاقتراع في حدود الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي سارعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برات على المشاككين في العملية الانتخابية بدأكيدها أن الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب تم بسلسة ويسر في كافة الدوائر الانتخابية وفي ظروف وصفتها الهيئة بالحسنة عملية التصويت في مجملها جرت في ظروف طيبة لم نشهد حقيقة تجاوزات تذكر أو إخلالات ذات أهمية في كامل ساعات الاقتراع العملية كانت بسلاسة وبيسر في تقريبا كل دوائرنا الانتخابية ومن المرتقب أن تعرن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن النتائج الأموالية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية في الفاتح فيفري المقبل بالكشف عن ما أصفرت عنه السندق من 131 دائرة انتخابية داخل تونس تنافس فيها 262 مترشحاً